خطوات تصعيدية أقدمت عليها حكومة عدن برفع الضرائب على السلع الأساسية الارتفاع وصل إلى 200% تضاف إليها كما تقول صنعاء تكاليف النقل وشحن البضائع والسلع الأساسية من عدن باتجاه مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ ما يعني ارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق 200% تتفع إلى 250% وهذا ينعكس بالتالي على زيادة التكاليف تحمل التقار والتي تضاف مباشرة للأسعار في الأسوق المحلية الاستيراد عبر ميناء الحديدة كما تقول صنعاء سيوفر 75% من كلفة النقل الداخلي إلى مناطقها بالمقارنة مع ميناء عدن الذي يقبع تحت سيطرة التحالف فخطوة رفع الضرائب على السلع ما هي إلا ورقة اقتصادية للضغط على صنعاء بعد منع قواتها نهب النفط الخام من الموانئ اليمنية الصراخ والعويلة التي أطلقتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في بيان لهم بعد الساعات الأولى من الضربة هددوا بأنه سيتم استخدام ورقة السلع الأساسية كورقة اقتصادية للضغط وكذلك ورقة المشتكات النفطية تابعنا كافة الإجرات التي قامت بهدوى العدوان عبر أدواتهم سواء السعودين والإماراتين والمرتزقة والتي كان آخرها اكحام الشعب اليمني في قروض تصل إلى حوالي مليار وثلاثمائة مليون دولار وأيضا قاموا خلال الفترة القليلة والأيام القليلة الماضية برفع ضريبة الدخل والعلم القرار كان كارثي بأنه سترتفع ضريبة الدخل إلى حوالي مئة في المئة الأمم المتحدة كما يقول اقتصاديون لم تلتزم بالقرارات المتصلة بحرية الملاحة إلى ميناء الحديدة فالميناء لا يعمل بطاقته الكلية نتيجة الحصار ويستقبل ضمن قيود القمح والسكر والوقود فقط القدرة الشرائية لليمنيين مهددة بالانقفاض أكثر مع انقطاع الرواتب منذ نحو ست سنوات ليواجه اليمنيون أزمة جديدة بفرض ضرائب مضاعفة على السلع الأساسية وهو ما ينذر باتساع دائرة الفقر والمجاعة في البلاد أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين ترجمة نانسي قنقر